أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الأكاديمي الأستاذ الدكتور بهجة الحديثي حاصل على درجة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة بغداد عام 78 وتسعمائة وألف عمل رئيسا لقسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة بغداد عام 94 وتسعمائة وألف عمل أستاذا للأدب العربي القديم في جامعة الملك محمد الخامس في الرباط عام 81 وتسعمائة وألف عمل أستاذا للأدب الإسلامي والأموي في جامعة عدن في اليمن عام 98 وتسعمائة وألف عمل أستاذا للأدب العربي القديم والنقد في الشارقة عام 99 وتسعمائة وألف أصدر سبعة دواوين شعرية وأصدر أكثر من عشرين كتابا في النقد والأدب فاسمح لي أن أرحب بضيفي مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا على هذه الدعوة أيها العزيز حياك الله دكتور مرحبا بك نحن سعداء بهذه الاستضافة حلمي أن ألتقي بحضرتك نحن سعداء سعداء أنت أستاذنا أتذكر مرة دعوتك إلى الشارقة إلى بيت الشعر نعم وفي ملتقى الشارقة للشعر العربي وكان صاحب السماء عام 2010 موجود 2010 وبيضت وجهي ووجه العراق توجهك دائما أبيض وصاحب السمو الشيخ كرمك وأعجب بثقافتك الفضل الله ثم لك يا دكتور لا يا أقلي أنت تستحق كل هذا وأكثر أخ عزيز أخ عزيز وكريم مرحبا بك يا دكتور ضيفا على فضاءات ودي أن أترك لك البداية كيف ستبدأ ثم ندخل في الحوار والله أخي هي البداية أنا أكتب الشعر ولكني أنا لست شاعرا بمعنى كلمة شاعر يعني سبعة دواوين ولست شاعرا الشعر عندي هواية نعم أقوله أثناء انفعال في شيء ما في حالي جميل إذا نسمع منك شيء قبل الحوار إن شاء الله أنا الحقيقة لما انتهت أنا عشت في الإمارات وفي الشارقة تحديدا نعم لا في أبوظبي ولا في دبي ولا هذا عشت في الشارقة وعشقت الشارقة حقيقة لأن صاحب السمو مثقف وعنده علم وتاريخ وكثير من الصفات هو شيخ الثقافة الحقيقة والشارقة عاصمة الثقافتين العربية والإسلامية شارقة العروبة والإسلام عشت حوالي عشرين عاما فيها وكتبت وألفت وصرت مدير بيت الشعير كنت مستاذ في جامعة الشارقة مدير بيت الشعير وآخرا عيني صاحب السمو رئيس قسم دراسات الأدب الخليجي في دارة الشيخ سلطان وبقيت إلى أن انتهت خدماتي بسبب العمر نعم فحرت أي بلد أختار فما اخترت إلا الأردن لماذا؟ لماذا؟ لأني يعني أقلت فيها وأنا في الطائرة مجيء إلى الأردن قلت أبيات الشعير أذكر منها بيتين في الأردن؟ عن الأردن نعم قلت تبقى تبقى الأصالة في الأردن شانخة تأريقها شرف يعلو على الشهوب إني علمت بها خيرا فلا عجب إذ جئت أحظنها في الخافق الرحبي حقيقة يعني أنا سعيت في هذه اللحظات إذ أرى نفسي بين أهلي وأحبابي وأصدقائي وزملائي وطلابي سواء من العراقيين أو من الأردنيين وإذا أردت أن أذكر على سبيل المثال أذكر الأستاذ الدكتور عبد المنحم أحمد صالح هذا صديق العمر وزميلي في الدراسة وصار وزيرا للأوقاف معروف طبعا هذا معروف إلى حد الاحتلال هو وزير الأوقاف رجل فاضل وعالم وعالم في كل معنى الكلمة في النحو وفي اللغة وفي الأستاذ في العرب ويقيم الآن في الأردن أنا يقيم وأنا اتصلت به مثلما اتصلت بك قبل المجيء نعم كما يعني أذكر يعني باختصار أذكر الدكتور رائد جميل عكاشة نعم هذا درس عندنا في كلية الأداء بقسم اللغة العربية في بغداد وأنا أشرفت على رسالته في الماجستير وكان متميز جدا جدا والحمد لله الآن هو أستاذ متألق ومعروف على مستوى المستوى الثقافي العربي وحتى العالمي نعم شخصية مرموقة عالية إذن الاختيار للإقامة في الأردن في عمار وفق هذه المعالم من أجل هذه أن أرى أهلي وأحبابي وأصحابي وحضرتك وحضرتك أنا كنا بيننا حياك أماما المودة إن شاء الله دائما والسعداء أن تكون بيننا وأنت ما شاء الله عليك الله يحفظك يا دكتور بهجة حياك الله نتحدث عن تجربة دكتور أو مسيرة الأستاذ الدكتور بهجة الحديثي في مجال التأليف في مجال الشعر في مجالات الاختصاص أصدرت أكثر من عشرين كتابة أكثر من عشرين كتابة وهي من شغل كلها كتاب الروح الإيماني في الشعر العربي من الجاهلية حتى العصر الحديث هذا الكتاب صدر عام سبعة وتسعين 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 وألف التوقف عنده العنوان الروح الإيماني من الجاهلية الحصر الحديث ما بعد الإسلام معروف الروح الإيماني لدى الناس بعد النور الذي جاء مع محمد عليه الصلاة والسلام وفتح بصائر بصائر الناس وبصائر المجتمع وانتشر نور الإيمان بين الناس العالم كله وبين الناس ما قبل ذلك كانت هناك جاهلية هل كان هناك آثار لروح إيماني لدى الجاهلين أخي كانت آثار كبيرة جدا نعم وعميقة وإيمان حقيقي وهو أقصد التوحيد نعم كانوا موحدين يوحدون ويعترفون بالله لكن يشركون نعم بالأصنام أما زهير بن نبي سلمى وأمثاله لا توحيد صرف توحيد لم يعبدوا الأصنام لم يعبدوا الأصنام نعم وهجوا الأصنام يعني هناك فئة منهم فئة فئة موحدين تؤمن بوحدانية الله أي هذول الموحدين معروفين في العصر الجاهلي نعم مشهورين كثير من الشعراء عندهم قصائد كلها في التوحيد نعم أنا يعني الآن لا أذكر لو كنت أدري لجأتوا بالكتاب هل تقصد منهم الأحناف الأحناف مئة بالمئة هما هما أول ناس أول الموحدين نعم أول الموحدة قصة بن ساعدة وغيره وغيره قالوا قصائد وأبيات شعر في تنزيه الله سبحانه وتوحيده وذم الأصنام نعم يعني يقول على الصنم وكذا كذا نعم يعني هجوا الأصنام نعم فانطلقته من الجاهلية نعم وتعمق هذا لما نزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أصبح واضح للتوحيد وكذا والانطلاق إلى العصر الحديث أيضا ظل الإسلام وخالد القرآن خالد والتوحيد والرسل نعم إلى أن تقوم الساعة والشعر كان إرهاصات نعم كان إرهاصات لنزول لغة القرآن الكريم ولهذا كانت لغة قريش وكان الشاعر يأتي من مصر أو يأتي من كذا في المربد وكذا فيقرؤون باللغة العربية الفصيحة التي نزل به القرآن نعم كيف كان تقبلهم للرسالة الإسلام هؤلاء الأحناب والشعراء الأحناب والشعراء المشهدون رأساً آمنوا هذا الشاعر أخير شاعر لبيت نعم يعني قال شعر قال تركت الجاهلية وتجهت إلى الإسلام والقرآن وامتنع أن يقول شعراً بعد الإسلام يعني بعد الإسلام نعم فيعني على عكس شو الظلم الرواحي وعكس حسان بن ثابت نعم لا حسان بن ثابت وهذول لا بالأخير وكان من زهير هذول لا هذا استمروا صرفوا أنا قصدي استمروا في الشعر استمروا هو انقطع هو قال أنا لا أقول شعراً بعد القرآن نعم لأن لغتي ما ترقى إلى لغة القرآن آها جميل هو أنا أنا ناس البيت الشعر من الشعراء الذين أيضاً يعني صلت ضوء عليهم في بحوثك في كتبك هو أمية بن أبي الصلت هذا مشكلة كبيرة نظرت كتاب بهذا العنوان أمية بن أبي الصلت شعره وحياته أسعر ضج هذا عام سمعية عام سمعين وعام ألف أي أسعر ماذا وجدت في هذا الشعر الجاهل والله هو في الأول كان من الأحناف نعم لكن المشكلة أنه كان يتوقع أن يكون هو النبي لأنه في التوراة أكون اسم أحمد أو كذا نعم فهو كان يتوقع أن سيظهر نبي في هذه الفترة نعم في هذه الفترة فكان يتوقع هو أن يكون نبي لأنه كان مثقف وثقيف يتوقع أم يتمنى يتوقع نعم يتوقع نعم ويعني يقول أنه أنه سيكون نبي وهو مثقف والثقيف هي أثقف العرب نعم ثقيف مشهورة بالثقافة فهو كان يتوقع فكان يقول شعر شعر توحيدي صرف نعم شعر عجيب يعني لكن آخر شيء لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاف خاف وهرب إلى الحبشة من ماذا خاف خاف أنه هذا الرسول رح يأثر عليه أو يحاسبه أو كذا أو كذا فهرب وأخوه مجير أتوقع أرسل له رسالة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح وكعب بن زهير قال القصيدة وحفا عنه منحه البردة فعد إلى المكة أو إلى المدينة وانتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامك وأنت ستكون يعني ذاحظ عند الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فجاء على ناقته ولما وصل إلى القليب وجد قبور فقال من هؤلاء قالوا له أتبأ بن ربيع أخواله نعم قتلى بدر قتلى بدر نعم قتلى بدر فلوى رأس الناقة وقال قصيدة مس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والقصيدة موجودة ماذا في العقنقل أو في كذا قالوا له هذه قبور أخوالك أخوالك أمه من قريش نعم فعاد فعاد وقال لا أأمن بالرسول ولا أراه وقال قصيدته المشهورة هجأ فيها هل ترى هذا سببا منطقيا أم أنه هناك في داخله حسن هو في داخله وأراد أن يجد نعم قطاعا هذا حسدا وغيرة وهو اللي كان يتوقع ويصير غيره نعم ويعدم يقتل لأنه حتما سمع بمعركة بدر وحتما سمع بقتلى بدر من القريش من المشركين قصيدة موجودة لكن حذف الرواة حذفوا البيتين الشعر اللي مس فيهما الرسول نعم على الصلاة والسلام يعني كتبت أيضا لحديثة اللي هي مسقط الرأس همه هذه حديثة جنتي مسقط الرأس هذه اللي يعني عجيبة أنين النواعير قصيدة التي كتبتها لحديثة لا أنين النواعير قصيدة وحدة أخرى نعم أما حديثة لها قصيدة خاصة فيها أقول لك بعض البيئات نسمع منها نعم نعم نحن حتى الجمهور العربي يعرف ما هي حديثة ما هي حديثة ما هي حديثة يعني هي مدينة أعالي الفرات في أعالي الفرات واتجاه الشام أي يعني على ظفة الفرات وكان جدي فيها وفيها النواعير التي كانت تستخدم لسقي المزروفات ويعني فيها معالم أثرية نعم والنعور دولاب يأثر بياه من الفرات حنين النواعير مشهور كحنين النوق ثم يسكفوا في ساقيا وقيم عربية أصيدة كل أهل حديثة أدهم قيم عربية أصيلة ما تخلوا عنها وإلى اليوم ولا يوجد فيها مقهى ولا مطعم ولا فندق إلى الآن يأتي الغيف فيأخذه أي شخص يراه تكاد كل تلك المدن على الفرات تشترك في هذه الصفات لكن بعضها بنوا بها فنادقوا كذا وبعضها ظلت بدون فندقها أعرفها القديمة نعم فحديثة أنوانا القصيدة حديثة جنة حديثة رسمها ما غاب عني وقد علق الفؤاد بها وذابه تملك خاطري حب قديم ونار الشوق تلتهب التهاب حديثة أجمل البلدان طرا وأعذبها وقد كرمت جنابا أغادرها وبشوق إليها أكابده فيرهقني عذابا وأبعد في ديار الله لكن تظل لكل أشعاري كتابا وأبعد في ديار الله لكن تظل لكل أشواق كتابا وهل أحلى وأجمل من عروس تبدل كل آونة ثيابا متى أبصرتها أبصرت حسنا عجيبا علم الصب الخطابا فحيث الماء والخضراء فيها ووجه زاد بهجتها جذابا وناعور على الجنبين يبكي لعل على الجمال له أتابا إذا غنى تراقصه نجوم ويطرب شدوه الصم الصلابة حديثة كلها شرف وفخر وحاشى أن تعاب وأن أعاب وما عاب الرجال سوى دنيئ دعي ناقص فقد الصوابة وما عرفت حديثة غير طيب وإن الجود كان لها إهابة بها الأحرار ما خانوا وذلوا إذا ما خان غيرهم وحابا وما من أهلها إلا شريف وقد خسئ العميل بها وخابا هي طويلة إلى أن أقول نجوم للمعالي لا تدانا وأسد في الوغى ظلت غلابا زكت منهم فروع من أصول فكانت طيب أصلا واكتسابا وأبقى عاشقا صبا عليلا وفيا للتي ساغت شرابا أبوح بحبها وأقول إني عشقت لطيبها حتى الترى جميل أنت أصدرت كتابا بعنوان حديثة والنواعير نعم ومعروفة بالنسبة للعراقيين ويعني المدن تم تدعى الفرات إلى سوريا كلها تستخدم النواعير لأنه جانبي الفرات عالية جدا فلا ممكن أن تسقى سيحان يستخدموا الناعور هذا الدولاب هذا الناعور هو اللي لقبوه أخا الإنسان الذي يغرف الماء ثم يسكبه في ساقة عالية كانوا عايشين على المزارع وكذا على ماء الناعور هل هناك من كتب عن النواعير قبل أن قبل بهجة الحديثة؟ أنا أول لم يكتب أحد عن النواعير إلا شذرات شعراء قالوا بالنواعير لكن كتاب لم يؤلف من قبل أنا أول من ألف كتاب عن حديثة والنواعير في الشعر العربي وموجود وطبع ثلاث طبعات في سوريا أيضا لم يكتبوا عن النواعير باعتبار أيضا يستخدمه ناطق القرار لا في سوريا قالوا شعر عن النواعير لم يصدر كتاب لم يصدر كتاب بهذا العنوان إلا هنا إلا عندي لا قصيدة أنين النواعير والله إذا موجودة أظن أنها موجودة ها هي أنا موجودة أقرأ عليها نعم أنين النواعير ها هي أنه كما أن المشوق ويهدر ويسكب آها من حشاه ويعصر ويبقى يجوب الليل يقضانا آصبا وتغفو جميع الكائنات ويسهر يقص حكايات السنين تعلنا يواسي بني الإنسان فيها ويسمر يحاضر من غدر الزمان ومكره فيصرخ في وجه الزمان ويجسر ويلوي بتيار الفرات على الظماء فيغرف منه ما يشاء وينثر فتهتز للماء النمير منابت وتورق بعد الجد بريا وتزهر ويحيى بني الإنسان من فيذ مائه إذا لم يجد بالماء غيث ويقطر فعذرا أخى الإنسان فعذرا أخى الإنسان إن جف ماءنا فإن صروف الده تقصو وتغدر وأنت وإن خان الزمان بأهله ستبقى عزيزا لا تضام وتقهر فلا تبتأس إن الجواد معزز وقد يبتلى بالنائبات فيصبر فمن عهد أيام الطفولة والصبا وصوتك في الآذان يحلو ويسحر فيطربنا حتى ننام على الصدى وتبقى تعيد اللح شجوا فنسكر فننعم في ظل ظليل وبارد ونسبح في بحر النعيم ونبحر فمن لي بأيام الحديثة والصبا وأهد به العيش الرغي المنور جميل 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 أبو نواس أذن نال قصطا من بحوثك أصدرت كتاب عن أبي نواس ما الذي يشدك لهذا الشاعر والله هذا الشاعر أخي يعني أنا كان شوقي غيف الله يرحمه كان أحمد ناجر قيسي في الأربعينات أنا مشهور أحمد ناجر قيسي في اللغة وهي أنا أستاذنا مشهور في جمع المخطوطات قال له أحمد شوقي اكتب عن أبي نواس برواية الصولي ديوان أبي نواس برواية الصولي لم يكتب عنها أحد والصولي ناقد معروف وهو أقرب إلى زمن أبي نواس نعم فقدم الرسالة فقالوا له أنت عندك الماجستير بالفارسي فما نقبلك بالعربي فاحتفظ من الأربعينات بالمخطوطة الأصلية التي ليس هي عند أحد كانت فيه دار الكتب المصرية وجلبها فلما أنا أردت أن أكتب دكتوراه الأستاذي وأبي في الروح جميع السعيد الله يرحموا أراد أن أكتب قال له أحمد ناجر قيسي خلي اترك بهجتي يكتب عن أبي نواس برواية الصولي فأخذنا الرواية شيء غريب بحيث هي الكتب الدواوين الأخرى تروي لأبي نواس أربعة آلاف بيت شعر حتى بروكلمان نعم لكن هذا الصولي ماذا فعل الصولي كونه ناقت كتب هذه الرواية وعلق في المقدمة قال أبو نواس يعني أصبح أسطورة بحيث كل شعر فيه مجون وفيه كذر يلسقوه ينتحدوه إلى أبي نواس فكتب القصيدة مثلا على الهمزة على قافية الهمزة يذكر عشر قصائد هذه لأبي نواس ويذكر عشر قصائد المطلع مالها يقول هذه ليست لأبي نواس ورأيتها في دفاتر حسين بن طلحاك أو في عند مسلم بن الوليد أو عند الشاعر الفلاني فجمع كل أبواب الشعر المكتوبة وعلق على الشعر المنحول فمن الأربعة آلاف بيت شعر لأبي نواس جعل 2000 بيت شعر هي الرواية الحقيقية المنسوبة لأبي نواس وذكر كثير من المعلومات لأن عنده في باب الزهد أبو نواس الجاحظ عنده قصيدة يعني ما أذكر أغدف ما في الدين من أغلوطة وارح لما أنت له رائح كذا الجاحظ يقول هذه القصيدة اللي في الزهد لو وزعت على كل شعراء أهل الزهد لكفتهم ويقول الصولي ويقسم يمين أنه أبو نواس يقسم يمين يقول ما فتحت سراويلي لحرام قط وكان يحفظ روايات لحاديث النبوية الشريفة لستين امرأة محدثة من غير الرجال ويحفظ القرآن وهذه معلومات لم يعرف بها أحد إلا الصولي أشارها في رواية الصولي هل هناك قصدية من بعض المهتمين بالتاريخ هناك قصدية في تشويه تاريخ أبو نواس أبو نواس دائما عندما يذكره يذكر مع المجون ومع الخمر والتمرد على العراف عند قصائد في الخمر وفي المجون أثبتها الصولي له وهي جميلة فنية لكن العصر العباسي عصر حضارة وعصر يعني خمور ويعني خروج عن المألوف فكل شاعر يقول في شعر شعر مجون لا يريد أن يقول أن ينسبه إلى نفسه فينسبه إلى أبي نواس فاختلط الحابل بالناس لكن هو يتحمل هو يتحمل لا شك لأنه هو مولى هو المشكلة مولى لكن يتقن اللغة العربية بشكل عجيب والشعر مالوز شعر صورة فأنا يعني أقول لك يعني للنكتة بالمناقشة أتحدث عن هذه الأشياء فأقول شي اسمه داود سلوم نعم أستاذي كان في المناقشة قال لي يا بهجة أنت تريد أن تطلع أبنى آسم الأخوان المسلمين فقلت له أنا هذا الصولي الصولي طلع للأخوان هذا أمانة إاريخية لازم ننقلها نعم مم جميل دكتور كتبت أنت أيضا اصدرت كتابا عن الفلوجة الفلوجة في الشعر المعاصر كتاب كامل يعني معروف أن الفلوجة أصبحت رمزا بعد الاحتلال الأمريكي طلقت منها شرارة المقاومة كانت هناك مقاومة يعني صارمة وشديدة تجاه الاحتلال الأمريكي وشهد بها قادة الاحتلال الأمريكي بذلك هل هناك شئر كتب في الفلوجة قبل هذه المراحلة هو الكتاب اللي أنا لفته كان فيه شعراء من السعودية من اليمن من أكثر من بلدان من المصر كلهم ذكروا الفلوجة بقصائد لا نظيرة لها هذه بعد الاحتلال الأمريكي بعد طبعا سؤالي قبل الاحتلال في التاريخ القديم لا قبل الاحتلال أنا هي هو الكتاب هل كتب عن الفلوجة؟ هو الكتاب نعم أنا أشرت فيه إلى من كتب عن الفلوجة نعم وقصائد كتبوا قصائد قبل الاحتلال الرصافي وغير الرصافي نعم كتبوا وقدامة كتبوا عن الفلوجة لأن الفلوجة كانت هي العاصمة الأولى في الاختيار الأول عاصمة بغداد نعم هي في الفلوجة في توصد العباسيين يعني في العاصمة العباسي هي كانت بضبط هي كانت على أساس المقر مال الحاصمة حاصمة العباسيين نعم فأنا قلت فيها قصيدة هي رسالة إلى بغداد نعم يعني ألمتني كثيرا وكنت أنا الدكتور فاضل في جامعة الشارقة نعم وصارها اللي صار في الفلوجة الدكتور فاضل السامرائي أي فاضل السامرائي أم شاعر نعم بس يعني قليل يقول نعم فأقول له الدكتور فاضل تستاهل الفلوجة تستاهل قصيدة نعم يقول له والله أنت تشعر أنت أكتب قصيدة نسمع منها وقفة نعم أخرى لك نعم غلينا غلينا يمكن هنا غلينا بعدين بعدين أم محمد وأولادي قالوا لي بابا يعني بابا أنت يعني إذا ما تكتب عن الفلوجة إذا ما تكتب عن الفلوجة يعني لا تقول أنا شاعر يعني اللي ما يكتب عن الفلوجة مشاعر عن اللي صار نعم هي رسالة إلى بغداد والفلوجة هي طويلة لها أختصر شوية أشتول بغداد محزونا وأعتذر وأسأل الدار عما خبه القدر وألثم الترب من شوق ومن وله وأسكب الدم كي يروى به الأثر وأقدم الغيظ والأحزان تغمرني وليس ينفع إلا السيف يشتهر الله الله مما حل في بلدي سيل من الظلم فوق النور ينهمر إني حزين على أهلي على وطني على الكرام يذوب القلب ينفطر يا ويح بغداد قد أرخت أعنتها للظالمين فعاد الفرس والتتر الخائنون لقد بانوا وقد أرفوا ما خان من خان إلا الصافط القذر قالوا سقطت وأيم الله هم سقطوا والبغي مهما على يوما سينحدر ماذا أبثك يا بغداد من شجل والشوق يقتلني صبرا وينتحه دنيايا بعدك يا بغداد مظلمة فقد ترد الهوى والشعر والسمر قد كنت زاهية بالعلم زاخرة ترنو إلى مرتقاك الأنجم الزهر بغداد يا زهرة الدنيا وبهجتها فيك الحضارة فيك المجد يزدهر قد هام فيك جميع الخلق من شغف والصخر فيك شذا والصخر فيك شذا جميل دكتور أنا قبل أن يدركنا الوقت حقيقة أقتلتم على فلوجة بيتين أو ثلاثة فاللوجة العز سلها عن فوارسها لا يهزمون وفي سوح الوغى صبروا الله أكبر دوت في مآذنها فارتد جمعهم رعبا وقد دعروا وجه العراقي بهم قد ظل مؤتلقا والمجد فيهم زهى وازدانت الغرر هم الأبات كمثل الأستائرة لا ترتضي الذلة لا خوف ولا حذر هم النجوم وأنارت كل داجية هم المثنى وهم سعد وهم عمر مثل الصحابة والكرار قاعدهم لا يغلبون وجند الله تنتصر جميل 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 يا دكتور ود باختصار أراك ملتزما بالعمود هل هو موقف تجاه ألوان الشعر الأخرى والله هو موقف نعم هو موقف منذ أن بدأت أكتب نعم وأقرأ شعر وأحفظ المعلقات وأحفظ الكذا لم أعد أكتب وأستطيع أن أكتب نعم إلا العمودي لأنه هو هوية هوية الإنسان العربي نعم هذا الشعر القصيدة المصطلح هذا المصطلح القصيدة اللي هو حتى في القرآن نعم هو هوية الإنسان العربي إذن هو موقف هو موقف التزام بالقصيدة العمودية هو موقف التزام بالقصيدة العمودية لكن القصيدة العمودية نعم اللي هي مثل قصائدك هذه ممكن يعني تكون يعني قصيدة قصيدة عمودية موزونة يعني ترفع الرأس لأنه فيها الصورة الفنية أما أغلب القصائد ومنها قصائدي موضوعية فيها حكمة فيها موضوعية تخلو من الجذوة الفنية والشعر القصيدة التي فيها صورة فنية ولغة مسبوكة عربية بيانية بلاغية هذه لا يعلو عليها أي لون من الشعر وأنا لا أقبل أن تسمى ولا أوافق أن تسمى قصيدة النثر لأن القصيدة مصطلح يقصد فيها هذا الموزون والنثر له مصطلحه وله قوانينه وله فنياته نعم شكرا لك الأكاديمي الأستاذ الدكتور بهجة الحديث اللهي أنا شاكر وسعيد أنا شاكر وسعيد لكنه يعني عندي أبيات فقط أقولها ممكن أقول عن العراق كما قال الشاعر السوري عليل يا أهيل حي قلبي عليل يا أهيل قلبي فهلي من ثرى بغداد راقي هذه بغداد يعني ملكت علي فؤادي ونفسي وأقول كما قال هذا الشاعر التهامي محمد التهامي المصري بلدي ولو رفع العدو جداره نحوي بيني وبينك للسماء عبرته لو جاء لي يوما ببعض ترابه وأنا البعيد شممته فعرفته هذه بغداد أحنوا إليها أحنين النوق وسوف تعود بإذن الله رغم أنوف الحاقدين والطائفيين والشعوبيين والعملاء والدخلاء ستعود كما كانت وأكثر بغداد أم الخالدين ومهدهم وأهل الدين والعلم شكرا لك شكرا لك شكرا لك الوقت ضيح ماذا شكرا لك جزيلا الشكر الوقت ضيح على هذه الفرصة شكرا لك وإن شاء الله الأستاذ الدكتور بهجة الحديثي شكرا لك على هذا الحوار الله يحفظ شكرا لك ويرعاك شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتعبى حتى ألتقيكم في حلقة أخرى انفضاءات أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة